خلق الله الأشجار وجعلها للإنسان زينة ونفعة وقد عرض القرآن لأنواع كثيرة من الأشجار وضرب بها العديد من الأمثال فمن ذلك النخلة وهي الشجرة الطيبة التي ضرب الله بها المثل لكلمة التوحيد حينما تستقر في القلوب الصادقة فتثمر الأعمال الصالحة المكملة للإيمان قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومن أشجار القرآن شجرة الزيتون المباركة التي تخرج من طور سيناء فينتفع بزيتها وورقها وقد ضرب الله بها المثل في نفعها وصفاء زيتها فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ومن أشجار القرآن شجرة اليقطين وهي الشجرة التي أنبتها الله ليونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت غداءً وعلاجًا قال تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ومن الأشجار المذكورة في القرآن شجرة الزقوم وهي شجرة ملعونة خلقها الله في جهنم وجعل طعام أهل النار منها قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ومن أشجار القرآن الشجرة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام وبعثه نبياً إلى بني إسرائيل قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ومن أشجار القرآن سدرة المنتهى وسميت بذلك لأنه إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها جبريل عليه السلام لما عرج به إلى السماء قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ترجمة نانسي قنقر